طيب هنلعب باي تشكيلة? تيجي نعرض لك كده تشكيلات اه متوقعة وتشكيلة متوقعة? هتتوقع ولا? يلا انت توقع وبعدين اه اقول الصحة. ولا توقع? لا اقول انت عايزه. يلا اقول اقول الصحة. بص انا يعني. خوش الناوي طبعا هيلعب. ماشي. اه هيبقى قدامه حجازي. ماشي. ورامي. اه. اه عمر جابر. اه. حابب صبر رحيل. حابب صبر. اه. بس اني هو هي لعب حمادة طلبة طبعا. حمادة ماشي كويس وماشاء الله عليه. اه. اه. بس انا حابب الماتش ده صبر يقول لك ليه. اه. قدامهم اه ابراهيم صباح. اه. وانني. اه. واحد من الاتنين حسام غالي وعبدالله سعيد لكن انا حابب حسام غالي. اه. من حابب حسام غالي في الماتش ده. اه. وصباح. اه. ورمضان صبحي. اه. وكوك. طيب تعالى بقى عارض لك التشكيلة اللي تقريبا هي تقريبا نفس التشكيلة برضو اللي احنا اه مختارينها. باستثناء بس انت قلت ايه? حابب صبر رحيل لكن ده ما يقللش من حمادة. ده خانص خانص خانص. طيب. هو يمكن ده ده يمكن ده محور اختلاف الناس. هو ماتش ده ماتش حمادة طلبة ولا لأ ماتش الزهاب على اعتبار انه احنا كنا محتاجين ندافع بشكل. انت كنت عايز تدافع اكتر وعايز واحد ثابت مش هيعمل لك هجمات اكتر. دلوقتي احنا في ماتش هنا وعايزين نكسب. مم. فده وجهة نظر يعني. طيب تعال نشوف التشكيلة اللي احنا اه توقعناها ونتناقش مع بعض فيها. اه الشناوي في حراسة المرمة. ربيعة وحجازي. ناحية الراية عمر جابر. ناحية اللفت اه حمادة طلبة. النني. وابراهيم صلاح. حسام غالي. و اه رمضان صبحي. ومحمد صلاح. و احمد حسن كوك. صح كده? اه انا حابب التشكيل ده بس يعني. الوقفة في الملعب? لا مش كده. طيب قول لي الوقفة في الملعب تبقى عاملة ازاي سبقى اه? ابراهيم صلاح بس يبقى قدام مصر دبكين. اه. راس مسلث اه. هيبقى قدامه النني وحسام غالي. النني وحسام غالي. هو 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 اللي يبقى راس المسلث. القاعدة بتاعه هيبقى يعني راس مسلث مع حجازي ورامي قدامه. و قدامه نني وحسام غالي. طيب. هل من الوارد انه اللي يبتدي المطش ده مروان محسن? لأ كوكا. مروان ماشي من احسن مهاجمين في مصر السنة دي وماشي بخطوات سبتة جدا ومميز جدا. لكن لأ كوكا يبقى. طيب. ليه بقى الناس دايما متكاملوا لك ايه? حمادة ولو مش حمادة يبقى صبر الرحيل. وليه الاختلاف ده تحديدا في المركز ده? على جناءا على ايه? احنا عايزين ايه من المطش ده? لأ مبدايا المركز ده احنا مرعبناش ماشيات كتير. ام. وانت مش بيثبت حد فاحنا مش عارفين ان القصة ماشي ازاي يعني يمكن اخر واحد اللاعب في المركز ده عبدالشافي. ام. فعبدالشافي عنده اه مصاب. اه اه ربناش فيه طبعا ويراجعه بالسلامة. اه حمادة ماشي مع عز مارك بشكل كويس. في مكان مش مكانه. اه صبر رحيل اه عام الموسم انا شايف اه هو الموسم الاحسن لصبري من سنة عشان اخد فرصة كاملة. بالضبط اه هو عمنا امكانيات بس ياخد. اه اللاعب كويس جدا وغير ان هو محترم طبعا وملتزم جدا جدا. اي. فالاتنين ماشين كويس جدا. ام. فالمقارنات بتبقى لاحس عبادة ده بيدافع اكتر ده بيهاجم اكتر. ام. فلما انت بتلاع من يجري هناك فطبعا انك هتدافع اكتر.